موسيقى هل جربت يوما النوم في العراء أو تحت أقمشة بالية على شكل خيام؟ هل ارتجف أطفالك من شدة البرد ولم تجد جدرانا تحميهم من الريح والمطر والسقيع؟ هي صور بسيطة لبعض ما يعانيه النازحون من ريف إدلب الجنوبي وريف حمى الشرقي إلى أرياف إدلب وللاطلاع أكثر على الجهود المبذولة من الفعاليات المدنية في محافظة إدلب نستضيف في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج سواعد أمل مديرة منظمة نبض للإغاثة والتنمية والدعم الإنساني السيد محمد الأسود أهلا وسهلا بك سيد محمد نتوقف لدقائق مع تقرير ثم نتابع حلقتنا ما أجتنا علينا ولا منظمة شافتها الأولاد ولا طلعت عليهم خالص ولا حتى تعرف علينا نعم ما تشاهدونه في القرن الحادي والعشرين ويحدث فعلا أن البشر يسكنون الخيام ويطهون الطعام على الحطب ويتجول أطفالهم حفاة وشبه عرات على أرض طينية ليس فيلما وثائقيا بل مأساة تتكرر مرة تلو الأخرى في سوريا مع قرع أجراس الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من كانون الأول من العام الفائت بدأت حركة نزوح آلاف المدنيين تزامنا مع تقدم قوات النظام تجاه قرية أبو دالي والقرى المحيطة بها في ريف حماس شرقي وبعد وصول قوات الأسد إلى ناحية أبو ظهور في ريف إدلب الشرقي نزح أهالي قرى ريف حلم الجنوبي هربا من الحصار المعارك أسفرت عن نزوح نحو ستين ألف عائلة اتجه منها أكثر من ستة وخمسين ألف إلى أرياف مدينة إدلب واستقرت في ثلاثمائة وثمان وستين نقطة الأرقام الكبيرة للنزحين دفعت العاملين في المجال الإغاثي إلى اعتبارها من أكبر حركات النزوح في تاريخ الثورة السورية عندما تتحول الخيمة إلى حلم مشتهى اعلم أنك تقف أمام واحدة من أكبر أزامات العصر الحديث وأن صاحب هذه المأساة سوري وقت الحديدان طلعهم شغشقات والمطر عبينزل علينا من كان وحتى من تحت عبينزل تفرج على العالم تفرج على الناس بس غصبنا عننا الناس من موتها ما في حد متبني المخيم لا ماء لا خبز لا شيء الوحل الذي يلوث أقدامهم وملابسهم يمكن تنظيفه يوميا لكنه سيبقى يشوه تاريخ العالم المتحضر مدعي الإنسانية الذي لم يستطع حقن نزيف الدم السوري منذ سبع سنوات عجاف ولم يوقف موجات النزوح والتهجير القصري لآلاف مؤلفة من المدنيين السوريين أهلا وسهلا بك سيد محمد مجددا يعني كما لاحظنا في التقرير الذي عرض قبل قليل أن عدد العائلات النازحة وصل إلى 56 ألف عائلة كيف تعاملت المنظمات المدنية مع هذا العدد الكبير في إدلب أهلا وسهلا اليوم نحن نحن نحكي عن 389 نقطة عدد هائل من نقطة نزوح طبعا عدد هائل عن عدد العائلات لغاية البارحة 15 واحد حسب أحصاء فرق الاستجابة 56722 عائلي بمعدل زياد تقريبا 1500 عائلي يوميا يعني ما يعادل بهدود 6 ألف أو 7 ألف نازح عدد الأفراد النازحين أو عدد الأشخاص النازحين لغاية البارحة 318 ألف نازح اليوم نحن نواجه بغض النظر عن موضوع أزمة النزوح نحن نواجه نقطة ثانية ممكن مالك اليعارفة المناطق اللي يصير من النزوح هي مناطق ريفية تعتمد بالمصدر الأول للرزقي تربية المواسط فنحن عندلي قدمنا أو حاولنا تقديم الدعم بتأمين المأوى اللي هو الهدف رقم واحد قبل تأمين الغزاء قبل تأمين اللباس تأمين المأوى فنحن عندلي حاولنا أو 70% من العائلات حصلنا نأمن مساكن لبعض العائلات ولكن 70% من هذه العائلات تعمل على التربية المواسطة فهي نازحة معها القطيع اللي عنها فما ممكن نحسن نأمن مأوى لأي عائلي طبعا هذا سبب ضغط آخر عدد النازحين الضخم ما خرج كمنظمات مجتمع مدني أو كمجالس محلي تقدير تغطي هذا العدد اليوم نحن بحاجة لتضافر كل الجهود عم نعيش نحن مشاكل كعمل إنساني عشنا فيه من بداية الأسباء أو النزوح لليوم عم نعيش بعدم وجود المركزي عدم وجود الإدارة الموحدة عدم وجود توحيد العمل فكل منظمة اليوم عم تشتغل على منطقة محددة حتى فيه تضارب بالمناطق يعني اليوم تجي منظمتين ثلاثة بتشتغل بمنطقة المنطقة الأخرى ممكن ما حدا يشتغل فيها المشكلة اللي نحن واقعين فيها اليوم هي المشكلة الأكبر على تاريخ السورة السورية عدد من النازحين ضخم جدا كمنظمات مجتمع مدني في الداخل أو حتى منظمات الأمم المتحدة غير قادرة على تلبيت احتياجات هذه الأزمة اللي نحن عم نعيشها اليوم عدد المخيمات لا تكفي الظروف اللي نحن عم نعيشها عم تزيد عدد النازحين يوميا بشكل هائل طبعا أنتم كجزء من منظمات المجتمع المدني هل لديكم أي خطة للاستجابات الطارئة مثل هذه الحالات؟ طبعا بهيك أمور لا يوجد خطة سابتة الخطة تتحول كل ساعة تتغير بسبب ازدياد المناطق اللي تجي مننا النزوح كنا بريف حماء الشمالي الشرقي صرنا بريف إدلي بالجنوب الشرقي اليوم كمان من يومين صار في عنا ريف حلب الجنوب الشرقي فالمناطق هذه لا تحسن تغطيها كمنظمي أو كمنظمات أو كمجتمع مدني كامل اليوم الأشخاص العاديين أو السكان أو الأهالي يقوموا بالدور الأكبر مقارنة بالمنظمات تم فتح المدارس تم فتح المساجد في بعض المناطق المخيمات الموجودة سابقا صار في عليها ضغط شديد الظروف اللي عاشتها إدليب في الفترة الماضية بخلال 2017 تخيالي فيه عنا بخلال أول تسع شهور بالـ 2012 بالـ 2017 عفوا عنا مليون وثمانمائة نازح قدموا إلى محافظة إدليب هذا رقم هائل وغير قادرة كمنظمي أو كمنظمات على تغطيته أو القيام بأداؤه طيب ذكرت أن الأعداد كبيرة في إدلب يعني السؤالي هنا هي إدلب من أكثر المدن اكتظاظا بالنازحين والمهجرين قصريا حسب متابعتك للعمل على الأرض بالمجال الإغاثي والمجال المدني بشكل عام ما الذي ينقص العمل المدني ليكون على قدر من المسؤولية اليوم ينقصنا الإدارة المركزية توحد الجهود وتنظافر الجهود التنظيم العمل الإنساني يحتاج إلى تنظيم ذكرت لك سابقا أنه اليوم مشكلتنا هي التنظيم رقم واحد فتلقي منطقة جتا ثلاث منظمات أو أربع منظمات لتغطيتها ومناطق كاملة ما حدا بغطية حسب الهدف أو حسب المنطقة المستهدفة لدى المنظم يعني بهذا الخصوص سؤالي هنا أن الاستجابة الطارئة لمثل هذه الحالات يعني الأعداد الكبيرة حالات النزوح القصرية التي تأتي بحالات طارئة بعض المنظمات لديها خطة لهذه الاستجابات الطارئة يعني لديها مخزون قد يكون إغاثي قد تكون هناك خطة لديها لاستيعاب هذه الأعداد إذا حصلت ولكن رغم وجود بعض المنظمات التي تعمل ضمن خطة للاستجابات الطارئة نجد أيضا أن هناك عجزة في تلبية احتجاجات المدنيين هل تعتقد أنت كمدير لمنظمة مدنية هل تعتقد أن السبب هو عدم التنسيق فيما بين المنظمات المجتمع المدني بشكل عام طبعا هو التنسيق أو عدم وجود التنسيق بين المنظمات أدى لفشل في بعض الأحيان للعمل الإنساني طبعا أي منظمية عندها خطة استجابة طارئة طبعا هنا بعمل منظمات عندك خطة الاستجابة تكون بين الألف أو العشرة آلاف شخص ما حدا كان متوقع هاي الكميل الضخم من النزوم يعني اليوم حكينا بعداد تقريبا ممكن توصل إلى 400 ألف نازح غير قادر على تغطية منظمات المجتمع المدني أو أي منظم مفردي أو حتى منظمات التابعة للأمم المتحدة اليوم نحكي بأرقام لازم يدخل في دول لحتى تحسين تغطية يعني في أغلب الأجوبة التي نتلقاها من منظمات المجتمع المدني عند سؤالنا عن التقصير في كفاية النازحين والمهجرين قصريا تكون أغلب الإجابات هناك تقصير مالي أو هناك ضعف مالي سؤالي هنا يعني لماذا لا تنتقل هذه المنظمات المدنية من الإغاثة إلى تشكيل مشاريع تنموية تشغل فيها الأيدي العاملة وتستفيد أيضا هي كمنظمات مجتمع مدني في إقامة مشاريع أخرى قد أيضا تساعد الأيتام قد تساعد العجزة لماذا لم تنتقلوا إلى الآن من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة إقامة مشاريع تنموية اليوم اللي أتحدث عنه صحيح ولكن حسب تقييم الممتحدي 69% من المجتمع السوري صفى بها تحت خط الفقر المجتمعات أو المنظمات المجتمع المدني اتجهد خلال السنتين الأخيرتين للمشاريع التنموية قمنا ببعض المشاريع التنموية ولكن مشاريع التنموية نحن بالأساس غير بحي يعني ما منحسن نقوم بمشاريع تدر أموال الاعتماد على منظمة المجتمع الدولي أما اليوم بالأزمة اللي عم نعيشها هناك توجه دولي أو خاطبنا منظمات الدولي التابعة على الممتحدي فكانت جواب أنه لا يوجد خطة استيجابي بهذه الأزمة اللي عم نعيشها حاليا سيد محمد نتوقف مع فاصل قصير ثم نتابع حوارنا مشاهدين الكرام فاصل قصير ونواصل انتظرونا هربا من الموت تركوا دفء منازلهم وتفاصيل حياتهم وبحثوا في أرض الله الواسعة عن أمان بات أغلى ما يتمناه السوريون لكن كيف هي أوضاعهم حيث حلت رحالهم عدسة حلب اليوم رصدت أوضاع النازحين وكان لها لقاءات متفرقة مع بعضهم نتابع دفترنا أغراضنا ودفترنا براكياتنا وما عندنا شيء بالدينة لأخلقها ونحن عرفانين وين نريد ننتجه والطيران فوقيني وكل عال يضرب يضرب غصف غصف وين نريد نوجه من عرفاني نحن ناسم رملا نازحين سبب الغصف لمنطقة إدلب تلطوقان وهذا رزق جايبينه لأنه ودنا نتركه للكلاب كلاب بشار الأسد والطيارة ما عبتها لا ليل ولا نهار وهذا وضعنا نحن مستجدين عرض كل شهر 14 ألف يعني وين نروح وين ننهاجر ما في عدنا شي خالص حتى أصلا معينات ما عم يوزعوننا خالص محمد المحمد من مربعات بيش ناحية الحاجب قصف ليل مع نهار لا ما فيه لا مشافي إنسان نصاب بده 90 كيلو متر تا يوصل المشافي سراجب وتفتناج هما أدراكه وجينا والله طلعنا برواحنا ها خيون زنة أربع خيام فيها أربعين آدمي جنفاص كله خيطناه بالمسلة وما حدا مطلع علينا لا هناك ولا هون والسطرة على الله الجيش وطيران وهو القصف هو خلالي نطلع وسكننا هنا حزين في حد هالمجرو ومتحملين هالرياح ومرياح وشوفت عيكم نحن خمس عليا في هالخيمة وعات الشر مطر ومي عينب هالشتوية وهو ها شوفت عيكم والظاهر مبين يعني ما بالدور ووحدي يحكي نحن ريف سلمي حوالي السعن فاتوا علينا الدواعش الساعة 2 بالليل ما نعرف كيف طلعنا من الضرب ومشينا مشي من حوالي السعن لأصوب هالبلاد هون ما حد غدميننا شي خالص طلعوا ولادي حفيانين عريانين لا أكل لا شرب لا حد غدميني خيم لا حد غدميني لباس ما حد تعرف علينا خالص ما حد غدميني أي عمل إنساني أو تفرجوا هي وضعنا طلعوا لادي ذول سيد محمد برأيكم كمنظمة مجتمع مدني ما هي أهمية العمل بملف الشفافية للمنظمات المجتمع المدني في سوريا طبعا الشفافية مطلوبة بأي عمل خصوصا بعمل المنظمات اليوم صار الناس يحكي عن المنظمات عن حجم السرقات ومعون حق بهذا الأمر لذلك صار في توجه للمنظمات بوجود شيء اسمه رقابي وتقييم أو متابعة فأي عمل اليوم كمشروع تنموة كمشروع خدمة تقدم المنظمة فمن المستحب أو المنظمات صار يتفضل أنه يكون في منظمة تانية عند فريق متابعة وتقييم تابع عمل هذا المشروع وتعطي تقييم طبعا هذا يعطي مصداقي للمنظمي المنفذي أمام الناس اللي قدمت لهم خدمي وأمام المنظمي الداعمي الأساسي يعني الرقابة صار اليوم شيء اسمه بأي منظمي في مكتب رقابي ومتابعة وتقييم حتى صار في توجه لدورات لتأهيل هذه الكواتر سيد محمد لو تحدثنا عن نشاط منظمة نبض في الاستجابة لهذه الأزمة طبعا نحن كأي منظمي تحركنا فورا بعد هذا الضخل الهائل من النازحين تعاوننا كثير مع أو لقينا مساعدة كثير من الأهالي بتأمين المسكن بتأمين المأوى في الدرجة الأولى عنا خلال الأسبوع قادم بهدود 23 أو 24 شهر إن شاء الله حملة غزائية إن شاء الله للنازحين يعني ماذا قدمتم غير المسكن للنازحين قدمنا نحن كعننا مخزون احتياطي ولكن بسيط من المواد الغزائي طبعا فرقنا بتشتغل مع باقي الفرق بموضوع الأحصاء اللي هو اليوم أهم شيء بالعمل طيب الحملة الغزائية التي تكلمت عنها قبل قليل ماذا تتضمن؟ تضمن سلل غزائي تضمن الكمية الأكبر هي سلل ملابس شتوي اليوم الوضع ممكن كأطفال كنساء موجودين تحت الأشجار بالعراء الوضع يحتاج اليوم لتضافر ما وبس كمنظمتنا كتضافر عمل كامل بين المنظمات الآن سمعنا أنه تم تشكيل فريق موحد بين المنظمات بحدود أربع أو خمس منظمات سنكون إن شاء الله عضو في هذا الفريق خلال أسبوع القادم طيب تقريبا ما عدد المستفيدين من منظمتكم من عمل المنظمة وهل تتوقعون أنكم ستستطيعون الوصول إلى عدد أكبر من النازحين؟ تقريبا عدد المستفيدين خلال هذه الفترة الماضية بحدود 7200 تقريبا إن شاء الله نتوقع أنه العدد يتضاعف أنه عدنا من أكتر من جهة بتقديم مساعدي حتى يتواصل مع فعاليات مدنية كأشخاص كتجار كجهات متبرعة بتقديم المساندي بحيث نضافر جميعا بجهودنا لتغطيتها ما هي أبرز احتياجات النازحين في الوضع الراهن؟ الأبرز هو المأوى ثانيا الملاء كلباس كسلة نظافة بوجود الظروف طبعا الشتاء، الطين، الأوحال، وعدد الأطفال اللي موجودين بين النازحين بحدود الـ 18000 صبع أبن فهذا بحاجة لرعاية بحاجة لاهتمام لما نتعرض لكارثة صحية هل واجهتم أي صعوبات في الوصول إلى هؤلاء المستفيدين من منظمتكم من النازحين؟ لا يوجد أي مشكلة بالوصول إلى الأعداد لأنه أينما اتجهت في نازحين في الشوارع، في الساحات، في الأراضي الزراعية لذلك ما وجدنا أزمي بالوصول إلىهم أو مشكلة بالوصول إلىهم مشكلة بوصول بتأمين احتياجاتهم أين تتوزع فرقكم؟ بريف سراغيب، بريف أطليب، بجبل الزاوي حالياً لدينا فرق تشتغل لتجهيز العمل على المناطق الحدودية سؤالي هنا، هل أجريتهم إشارات مرجعية لمعرفة رأي النازحين بالخدمات التي تقدمونها؟ وما الذي ينقصهم؟ بصراحة ما تم أدل حكي لأنه الكاذر اللي عنا يعمل بعمل مضغوط جداً بين إعادة الأحصاء الجديد بين التواصل مع المستفيدين اللي قدمنا لهم الخدمات ثانياً، كأشخاص اليوم ما نحسين أن نأخذ رأيهم إلا بعد ما نغطي احتياجاتهم الكاملة كنازحين وما حدا لحد الآن قادر أن يغطي الاحتياجات كاملة كنازحين كمنظمة نبض، ما هي مشاريعكم المستقبلية إذا كان هناك مشاريع؟ طبعاً مشاريع، نحن بالأساس كان الهدف اللي نشتغل عليه هو هدف تعليمي عنا مدارس بريف إدليب، عنا مدارس بريحة، عنا مدارس بمدينة سراغب وحالياً يتم التواصل من أجل اعتماد أكثر مدرسي في المخيمات الحدودية هنا يراودوني السؤال أن أغلب ما يتراود إلى أسماعنا أنه منظمة نبض هي منظمة طبية الأسم يوحي إلى ذلك ولكن نحن اشتغلنا بشكل خفيف بالمجال الطبي بحيث تأمين الأدوية لأمراض المزمنية كالسكرية، كالضغط، كأمراض القلب ولكن كعمل منظمات الطبية في التركيا هو عمل صعب كان هناك لكم أي عمل طبية مع النازحين؟ طبعاً طبعاً تأمين الحاجات الأساسية كأدوية الضغط، كأدوية السكرة، كأدوية القلب يعني جارب من عملكم جانب طبي طبعاً ولكن كعمل طبي أساسي ضمن التراخيص الموجودة بالأراضي التركية لا يحق لأي منظمة العمل في المجال الطبي أشكرك سيد محمد جزيل، شكراً على حضورك معنا اليوم إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج سواعد أمل كل الشكر لضيفي مدير منظمة نبض للإغاثة والتنمية والدعم الإنساني السيد محمد الأسود مشاهدين الكرام نستودعكم الله على أمل اللقاء في حلقة جديدة